اليوم حنعمل فتة العداس وشوربيت العداس عداس 2 كوب والماء 4 أضعاف يعني 8 كوب ماء هنا عنا كمون معلقة ومرق الدجاج 2 مكعب مرق الدجاج والزبدة ممكن احنا نضيف بصل مصفة بصلة مفرومة نضيف العداس 2 كوب يكون نضيف ومخصول كمون معلقة طعام وماجي 2 مكعب ماجي في مرق الماجي يوجد ملح لا يحتاج ملح تحريك المكونات مع بعض نتركها على النار وعندما تغلي نكشف الغطاء شوية عشان ما تفور على الغاز نكشف الغطاء شوية ونخفض الحرارة أقل من الوسط 10 دقائق وهيك بعد 10 دقائق هيك جاهزة نضيف نضيف الزبدة 3 معالق طعام ومن الممكن استبدال الزبدة بأي نوع دهون وممكن نشيل الزبدة ولكن الزبدة هي كتير روعة الزبدة وليس منقرين الزبدة تختلف عن منقرين هيك جاهزة نحن نعمل الفتة نفت الغيف نعمله قطعة صغيرة ونضيف عليه شربة العدس ونحرك المكونات مع بعض ويفضل دائما نستخدم ماء حلو ما يكون الماء مالح لشربة العدس عشان يستوي بسرعة الماء المالح بيخليه ما يستوي بسرعة في بعض الدول وبعض مناطق فيها الماء غير صالح يعني يكون مالح وهيك نحن نسكب نسكبه بالصحن جربوها فتة العدس كتير هي روعة وممكن نحن نعمل للزينة مع لقة زبدة سايحة سايحة على المكرويف وبنضيف يا إما فلفل حار يا إما بابريكا غرحة حلوة بابريكا لما بحب الشقطة هذا للتزين ومنعمل دقة فلفل مع لمون كمان تتاكل مع البصل واللمون وهي كتير روعة جربوها للفتة كتير روعة منوضع دقة الفلفل مع اللمون في أمل الله تذرونا بوصفة جديدة شكرا كتير للكم اتمنى الاشتراك بالقناة وإذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة موسيقى